اشتركوا في القناة وفي بداية الاجتماع استعرض المجلس النتائج المثمرة للزيارة الرسمية الناجحة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائل الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة حيث أشهد المجلس برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائل الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الدفاع الأعلى بنتائج الزيارة التي تم خلالها التوقيع على الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والتي تهدف إلى الدفع بمستويات التعاون التاريخي بين البلدين الصديقين نحو مزيد من التكامل غير المسبوق في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار وتسهم في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للبلدين والمنطقة بما يفتح مسارات أوسع للتنمية مقدرا جلالته حفظه الله ورعاه الجهود المثمرة والبناء التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء لإنجاح هذه الزيارة كما أثنى جلالته أيده الله على الإسهامات الإنسانية المتواصلة للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة إلى الأشقاء ومساهماتها الخيرة للإغاثة في المملكة المغربية الشقيقة ودولة ليبيا الشقيقة معربا جلالة الملك المعظم عن شكره واعتزازه بجميع المشاركين في عمليات الإغاثة وكل من أسهم في نجاحها كما أشهد أيده الله بالعمل الدأوب والمثمر الذي تقوم به قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وحرصهم الدائم على النهوض بأداء واجباتهم السامية ببسالة وعزم لا يلين حماية للوطن والذود عن مكتسباته وأمن مواطنيه الكرام